اسمح لي أن أطرح سؤال هل هذه الحياة لا يكون فيها الإنسان أحياناً يشعر أنه لماذا هو ليس في وسط عائلته لماذا هو لم يتزود لماذا هو لم ينجب أولاد أقول لحضرتك برضو ده سؤال مهم أوي هو نطاق الأسرة نطاق محدود يعني هو وهي وربنا يديهم ولادهم بقى دي نطاق الأسرة الراهب يعتبر العالم كل أسرته يعني قابل أي إنسانة كبيرة تبقى دي أمي إنسان كبير يبدأ أبوي إنسانة في قريبة مني تبقى أختي دايبة ابني فالراهب إنسان اعتبر العالم كله هو العائلة بتاعته عشان كده من التدريب اللي بناخدها في الحياة الرهبانية إن احنا بنصلي من أجل كل العالم كل الناس أحكي لحضرتك حكاية صغيرة لطيفة يعني أنا كنت مسكة زوار في الدير فجت في يوم قلت أنا همسك نوتا كل واحد يقول لي صليلي يا ابونا عشان كذا هكتب الكذا ده إيه كويس فمرة واحدة ستة كبيرة جدت وردت يا ابونا صلي عشان عرق الخشب طبعا لحق غريق يعني بصلي واحد عياني واحد عمريضة كده لكن ايه عرق الخشب فبسأل ايه ستة يا عرق الخشب قايت لصا احنا ساكنين في قوضة على السطح والسقف مسنود على العرق الخشب وداخنين في جو الشتاء مع الهوى والمطر خايف العرق الخشب دي واحد رغبة احتيت طبعا افتكر شابة جت قايت يصلي عشان صحبتي صحبتي ما اتجوزت بقالها كذا سنة وربنا ما اعطهاش فيعني يمكن الصلاة مش عشانها عشان صحبتها وقيسي على كده كل متاعب البشر فالراهب يعتبر ان العالم كله هو أسرته جميل والنظرة دي هي اللي بتبقى في عنانا اللي بنعيش بيها فبتبقى أكثر ساعات الأسرة محدودة العالم مفتوح